بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم السيدة الرئيسة مريم رجوي السادة الحضور الكريم أحييكم تحية الإسلام بصفتي امرأة مسلمة يسعدني أن أكون في هذا الإفطار الرمضان ضيفة على مسلمين تمكنوا من خلال عملهم وجهادهم في وجه الظلم والإضطهاد الذي يمارسه الملالي المعادون للإسلام تمكنوا من رسم صورة ناصعة عن الإسلام الحقيقي والرسول الأكرم عليه أفضل وتقديم هذه الصورة للعالم بصفتها الحقيقية واحدة من الساحة التي تطاول عليها الملالي في إيران وجميع المتطرفين المعادين للإسلام في مقولة المرأة ومكانتها في الإسلام إني سعيدة جدًا أن أرى أن نساء مجاهدات تحت قيادة السيدة مريم رجوي المحترمة قد قطعنا أياد الملالي عن هذه الساحة وظهرنا المكان الحقيقي للمرأة في الإسلام وبذلك فإن العالم الإسلامي مدينٌ لمجاهد خلق لتقديم هذه الصورة بشكلها الصحيح ولكن كيف بإمكان العالم الإسلامي أن يقضي هذا الدين كلنا يعرف أن المعاناة التي يعيشها اليوم إخوتنا وإخواننا المجاهدون في لبرتي تأتي بسبب كونهم قد كشفوا عن الوجه الإسلامي للملالي إذن العالم الإسلامي بإمكانه أن يؤدي أو يقضي دينه لمجاهد خلق من خلال رفع هذه المعاناة عنهم ولكن السؤال المطروح كيف يمكن التقليل من هذه المعاناة الأمر الضروري وهو أن نسعى من أجل سلامتهم وأمنهم والأمر الضروري الأكثر إلحاحاً هو أن نخرجهم من لبرتي وإعادتهم إلى أشرف لكي نبعدهم عن مرمى الملالي الإيرانيين دعنا هنا نقوم ونقف تكريماً لأخواتنا المجاهدات في أشرف ولبرتي اللواتي تفتخر بهن كل إمرأةٍ مسلمةٍ وإمرأةٍ إيرانية ونصفِّق لهن دقيقةً واحدةً إنهم يستحقون أكثر والله إن هذه النساء المجاهدات تستحق أكثر من ذلك في الوقت الذي يروج فيه الغرب أيها السادة والسيدات هذا في الوقت الذي يروج فيه الغرب وأولئك الذين يميلون إلى المساومة مع الملالي في إيران بأن يقحموا روحاني الرئيس الجديد لهذا النظام كعُنصُر اعتدالي وديمقراطي وأنه هو الرجل الذي يستطيع أو يريد أن يجلب الحرية إلى إيران فعلينا أن نفتح الأعين والآذان ويجب إفهام الآخرين بأن هذا الرجل كان ممثِّل خماني في المجلس الأعلى للأمن الوطني لهذا النظام إلى ما قبل الانتخابات وهو شخصٌ مذوقٌ لدى خماني إنه الشخص الذي يدعُم بشار الأسد في سوريا ويُعلِن تضامُنه مع حزب الشيطان أي حزب الله اللبناني إنه جزءٌ من هذا النظام ولا أمل فيه أبداً أيها السادة والسيدات إن العالم اليوم بحاجةٍ إلى إيران حُرَّة بحاجةٍ إلى إيران وإلى رفع الظُلم الذي يفرِضُه الملالي وعن العالم وهذا سيتحقَّق فقط على أيدي مجاهد خلق وهذا يجعلُ جميع المسلمين في العالم أمام واجبٍ يقضي بدعم مجاهد لبرتي أيها السادة والسيدات الكرام إني أسعى أن أكون صوت مجاهد خلق في موريتانيا وأخُذ معي برنامج عمل السيدة رجوي المُتضمِّن عشر مواد وأنشُرها في كل مكانٍ وأُقدِّم السيدة مريم رجوي ورُؤاها إلى العالم من البوابة الغربية لإفريقيا وللوطن العربي أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله